الأحمر استعدادات الانطلاق فتحت البوابات واندفعت الأفراس المنتجة محليين عمر الثلاث سنوات في شوطن الثاني التي لم تربح على بركة الله تعالى الانطفاع في هذه اللحظات لرقم 4 مبسم هي في محاولة للسيطرة على المركز الأول رقم 3 تكدي وعظيفة رقم 2 في المركزين الثاني والثالث في هذه اللحظات مشاهدين الكرام انفراد بالصدارة لرقم 3 الآن تكدي في المركز الأول مبسم هي المركز الثاني المركز الثالث لعظيفة المركز الرابع شاهدوا الان ايضا في محاولات للتقدم من الخارج الان لوافية الوصف محاولة ايضا للتقدم لتونسهم في المركز الثالث في هذه اللحظات مع انفراد لرقم 3 تكدي بالمركز الأول مطاردة تأتي لرقم 4 مبسم هي وكذلك الملاحقة لرقم 17 تونسهم في المركز الثالث والرابع لرقم 16 سوع الفجر في هذه اللحظات والخامس لغظيفة في محاولة للدخول في هذه اللحظات للمنعطف الأخير بداية الخط المستقيم مشاهدين الكرام لازالت الصدارة لتكدي في المركز الأول مع محاولات تشاهدها من الخارج الاختيار أيضا للدخول على الخط وكذلك رقم 7 مجاوبة تأتي من الخارج الآن مجاوبة تحاول أن تتقدم وتخطف الصدارة في هذه اللحظات مجاوبة للمركز الأول بكل قوة مع محاولات من البقية بقية الأفراس مجاوبة رقم 7 للفديع مبارك السبيعي من الظهور الأول ما شاء الله تبارك الله إلى الصدارة والمركز الأول بكل ثقة مجاوبة للفديع مبارك السبيعي مع عبدالله الراشد المركز الأول المركز الثاني لسبعة عشر تونسهم لفيصل محمد المطيري إذن ما شاء الله تبارك الله رقم 7 مجاوبة للفديع مبارك السبيعي